للمزيد مشاهدين عن آخر تطورات الملف السياسي ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور إحسان الشماري دكتور شماري أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية استمعت إلى ما قال ممثلة المرجعية في كربلا أن الحكومة في تقصيرها وقصورها وتمتع البعض بثروات البلد ويقولون أنهم يحاربون الفساد اضطرت المرجعية إلى مناشدة المواطنين لمساعدة النازحين هل توقفت المرجعية الآن عند هذا الحد؟ يعني لا يصدر منها ما هو أكبر لمحاسبة المقصرين والفاسدين الذين وصفتهم بذلك شكرا على الاستضافة بكل الأحوال المرجعية دائما ما تشخص الخلل سواء على مستوى داء السلطة التنفيذية وحتى فيما يرتبط بالتشريعية وحتى القضائية بشكل دقيق وذلك من وجهة نظري هي تتابع نعم هي صمتت في بعض الأحيان فيما يرتبط بطبيعة الأزمة السياسية التي نتجت من خلال محاولة تطبيق المشروع الإصلاحي لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن المرجعية سوف لن تقدم على خطوة قد تكون قاسية مثل ماذا؟ مثل ماذا دكتور أحسان؟ الأحزاب السياسية يعني أستاذ حيدر هذا الموضوع من وجهة نظري مؤجل إلى أحد هذه اللحظة هي لا تريد في ظل هذه الحرب على داعش الإرهابية أن تندفع باتجاه خلق تيار مضاد إلى العملية السياسية لكن بتصوري أن هناك كلمة فصل للمرجعية العليا ما قبل الانتخابات في العام 2018 سيغ أتوقع بأنه سيصدر من المرجعية سيما في ظل ذلك الإحباط الكبير من قبل المرجعية الدينية اتجاه الأحزاب التي لم تنطلق باتجاه تنفيذ برنامج إصلاحي أو حتى الحد من موضوع الفساد لذلك أنا أتوقع بأن المرجعية الدينية سيكون لها كلمة فصل في العام 2018 يعني دكتور أحسان من يتابع بالتحديد في الانتخابات القادمة الكلمة التي أقاها ممثل المرجعية يعني يكاد يتزم أن المرجعية يائست الآن من السياسيين ولذلك استعانت وناشدت المواطنين لمساعدة النازحين يعني هذا أمر لا يمكن أن نختلف عليه أنا وأنت وحتى المشاهدين يعني طبيعة ضعف الإمكانيات المخصصة للنازحين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق بل أكثر من ذلك وقد يكون هو السبب الأقسى والمؤسف جدا أن المبالغ التي خصصت فيما يرتبط بالنازحين والمهجرين تم سرقتها من خلال لجان يعني والحكومة كانت واضحة جانب ألغت الكثير من اللجان وبذلك تعرض النازحين والمهجرين إلى عملية فساد كبيرة وهذا ما اضطر المرجعية مرة أخرى إلى أن تدعو المواطنين لأن بعض المسؤولين من تسلموا ملفات النازحين نعم نعم دكتور أحسان يعني وفق ربما هذا اليأس الذي اتفقنا عليه من المرجعية تجاه المسؤولين في العراق ما الفائدة المرجوة من استعانة الحكومة الآن بخبراء دوليين لمكافحة الفساد يعني هل يحتاج العراق أو الآن هو بحاجة قصوى إلى الخارج ليتابعوا ملفات فساد داخلية هم متهمون بها أنا أعتقد أنه من الهمية بمكان خصوصا إذا ما نظرنا بأن العراق وقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 وهذه الاتفاقية في العام 2003 بالتحديد من وجهة نظري أن وجود بعض الشخصيات السياسية وتورطهم بقضايا فساد هو من دفع الحكومة بالتحديد إلى الاستعانة بهؤلاء الخبراء سيما وأن الأموال المهربة إلى الخارج خضعت إلى كثير من الآليات التي لا يمكن حتى للمحقق العراقي أن يذهب باتجاه رصد هذه الأموال ومكانها لذلك عملية الاستعانة بهؤلاء الخبراء أنا أعتقد أنه يندرج في إطار استرداد هذه الأموال ومن ثم عدم اتهام الحكومة بأنها تستهدف هذه الشخصية أو هذا الحزب على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الطائفي والقوم ومن ثم أنا أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لأن قضية الفساد أصبحت عالمية وهذا ما أكدت عليه المنسق للأمم المتحدة قالت بأن الفساد في العراق أصبح قضية عالمية سيما وأن ما يقارب 300 مليار هو الآن في حكم الضياع وأيضا هناك الكثير من المليارات متواجدة مفقودة بل متواجدة في البنوق العالمي ومن ثم وجود خبراء أنا أعتقد أنه سيساهم بكشف تورط هذه الشخصيات والأحزاب ومن ثم استرداد الأموال طبعا دكتور أنت تتحدث عن 300 مليار دولار أو ربما أكثر من هذا الرقم ما قراءتك لرفض بعض المسؤولين لقرارات تصدر من الحكومة وإعلانهم أنهم يستجيبون فقط لزعاماتهم السياسية من وجهة نظري هذا يمثل خيبة كبيرة جدا وأيضا محاولة من قبل هذه الشخصيات تغول هذه الشخصيات برفض كثير الأوامر التي تصدر هو محاولة لهز هيبة الدولة أولا ومن ثم قانون هذه الأحزاب على حساب السلطات الاتحادية وقراراتها من وجهة نظري هذا الاحتماء لهذه الشخصيات بهذه الأحزاب أنا أعتقد أنه هو من شرعنا الفساد بشكل كبير ولا كيف يمكن أن نفسر عملية تقديم الاستقالات إلى زعامات الكتل السياسية عدم قبول بالاستقالة أو حتى الإقالة أو صدور أوامر الإعفاء من قبل رئيس الوزراء أو حتى وزيرة الصحة يعني قد يكون حديث الساعة أنا أعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يجابه من قبل الزعامات وسيد مقتدى الصدر أنا أعتقد أن عليه أن ينطلق باتجاه خطوات أكبر والقضية لا ترتبط فقط بالتيار الصدر وإنما القوى السياسية الأخرى هذه الأحزاب السياسية من وجهة نظري شكلت ستارا ومصدا أمام محاسبة الفاسدين وبالتالي صعد قانون الأحزاب على حساب القانون وبالتالي يجب على هذه الزعامات هي التي ربما ترفع هذا الحاجز وهذا ستار بين المسؤولين وبين الحكومة القانونية الموجودة في البلد من بغداد كنت معي رئيس مركز التفكير السياسي دكتور أحسان الشمالي شكرا لك